ماذا نتوقع من المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي بحاجة أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه التصرفات حقيقة أنا اليوم أحاول يعني أن استرجع المشهد في الطائرة عندما يكون أولئك الركاب في حالة دو وفجأة يكتشفون أن حولهم طائرات ومثل ما تفضل الخبير الطيران المدني عندما يقول أن الطائرة عندما تهبط تكون في وضع أصعب جدا وفي وضع خطير جدا فكيف يتجرى النظام القطري بأن يرعب المدنيين والأبرياء بهذه الصورة ربما هذا الحدث اليوم حقيقة يعيدنا إلى أصل الحكاية وإلى القصة الحقيقية في هذا الموضوع أن قطر تدعم الإرهاب قطر تدعم المجموعات والجماعات الإرهابية هنا وهناك قطر لا تفكر في الإنسان العادي الإنسان البسيط يعيدنا أيضا إلى بداية الأزمة محاولة قطر دائما عسكرت هذه الأزمة وإعطاها صبغة عسكرية هذا الأمر حاولت حقيقة وفشلت وستفشل وهذا الأمر مؤكد جدا وإن كانت الدول المقاطعة تريد أن تأخذ الخيار العسكر إلا أخذته وانتهى الأمر لكن الدول هذه لديها استراتيجية ولديها رؤيتها ولديها حساباتها وبالتالي أنا أعتقد شوي قليلا من التفكير حقيقة في البشر في الناس في المدنيين أعتقد مهم الجماعات الإرهابية التي تم تمويلها قتلت الآلاف حقيقة من الأبرياء واليوم تأتي هذه المقاتلات كي ترعب أبرياء فقط لأن قطر تريد أن تستعيد الأضواء فقط لأنها تريد أن تقول أنها موجودة فقط لأنها تريد أن تعاند وتناكف الدول التي قاطعتها أعتقد هذا الأمر لغير مقبول أبدا وبالتالي المجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة حقيقة نحن نتكلم منذ عدة أشهر ونقول أن قطر فعلت 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 ولكن هناك آذانهم لا تسمع وهناك من لا يريد أن يصغي لهذا الحديث الذي هو في مصلحة قطر وفي مصلحة العالم بأسرع لا نريد أن نصل إلى مرحلة يكتشف فيها العالم أنه تأخر كثيرا في اتخاذ أي قرار ضد النظام في قطر وبالتالي يدفع العالم ثمن باهض حقيقة لهذه السياسات المتهورة في الدوحة